سهلين وسهلين بنور العين وأسعد الله مساء أكرم بكل خير يا رب و الله يجعلها جمعا باركة على الجميع طبعا اليوم يا غوالي عنا أكلة جدا خرافية بمعنى الحمد لله رجعنا بخير وسلامي لمنطقتنا فحبيت سوي لكم أكلة حلو جدا خرافية هاي الأكلة هي عبارة عن أطايف بشكل الكنافة شغلة فؤانية قد ما تقوله لح نساوي أول شي عجينة الأطايف ومهم جدا أنكم تركزوا بمقادير اليوم الوصفة لأنه كل تكنيك معين لح يختلف معنا لحين الوصفة لمستوى أعلى بكتير أول شي بالنسبة لعجينة الأطايف مثل ما أنت شايفين هون عندي كاستين من الطحين متعدد استعمالات أهم الشي أنه كاستين لطحين نحطهم بالمنخلة وننخلهم إنشان ما يصير فيها أي تكتلات لازم يطلع عنا خليط قوامه حريري جدا إنشان وقت نسكبه ما يكون فيه أي تكتلات بالمرة إنشان تنجح عنا عجينة الأطايف هلأ منسمي بالله بما نضيفنا كاستين من الطحين لح ضيف عليهم نصف كاسة من السميد الناعم كمان السميد بدي أنخله إنشان نتأكد إنه ما لح يصير أي تكتلات ولح ضيف عليهم كمان معلقة كبيرة من البيكن باودر بحطهم على السميد وببدأ بنخل كتير منيح خصوصا البيكن باودر لازم ينتخل إنشان نتأكد إنه توزع عنا كتير منيح شايفين التكتلات هاي باستخدام إيدي بساوي هيك بس إنشان نتأكد إنه النهرس كتير منيح وصار بودرة ولح يتوزع عندي بالتمام بدون أي تكتلات هلأ بهذا الشكل صار عنا تقريبا جاهز لح ضيف عليهم معلقة نص معلقة أكبيرة من الخميرة تكون كتير رائعة لهذا القوام ما بدنا أكتر من هيخ خميرة الخميرة بس بدنا إياها إنشان العجينة تأخد راحتها هلأ مسلمين بالله منضيف نص معلقة أكبيرة من الخميرة لح ضيف عليهم كمان معلقتين كبار من السكر ورشة ملح صغيرة الملح هون بس هيك رشة صغيرة إنشان تتحرك عنا الكلوتينات شوي صغيرة تشد عنا العجينة هيك رشة خفيفة مو مشان شي مشان صحتنا يا غوالي هلأ بدنا نحرّك هاي المكونات الجافة مع بعض بهذا الشكل إنشان نتأكد إن المكونات الجافة توزعت عنها كتر منيح هي نقطة جدا مهمّة عشان تطلع عنها الأطايف شي خرافي 요� الآخر شايفين؟ بسم الله your ما شاء الله نحن نجيب الخلاط يغوالي أهم شي إنه نجيب الخلاط إنشان ينخلطوه عنها كبير منيح أكيد بإمكانكم نتسووه بهك اليدوي بإمكانكم نتسوه بهذا الشي بالمضرب اليدوي لكن يفضل إنو الخلاطين شي ينعمون عننا كتير منيح أول شي بنعمله لحنضيف كاستين ونص من المي طبعاً كل كاستحين تحتاج كاسة وربع يعني بإمكانكم تقسموا هذا المقدار على بسمين في حال إنو شفتوا هذا المقدار شوي كبير عليكم بإمكانكم إنو تخففوا المقدار طبعاً أول شي منضيف المكونات السائلة ليش؟ لأنو إذا ضفنا المكونات الجافة بعدين حطينا فوق المي شو رح يصير؟ رح يجمد عنا بالخلاط ولح يصير فيه كتير تكترات بابا مشان هيك إحنا بننزل أول شي السوائل هلأ بس ضفت المي بسمي بالله بضيف معلقة صغيرة من الفانيلا وهي خطوة اختيارية بتعطي نكهة جداً جميلة بتعزز باقي النكهات ليش؟ لأنو نحن لحنضيف شوية من ماء الزهر ماء الزهر بيعطي العجيئنة طعمة كتير طيبة بابا مشان هيك لحنضيف بس نقطة واحدة من ماء الزهر اللي عندي لأنو هذا ماء الزهر مركز أما الماء الزهر الممدد اللي هو بيجي مخفف بيمكنكم نضيفوا معلقة كبيرة فبيكون تمام هلأ بنسمي بالله بنمسك هيك بنبدأ نسكب اللطحينات اللي عنا جوات الخلاط وبهي المرحلة هلأ بس نضيف اللطحينات كلياتهم بدنا نخلطهم كتير منيح في حال انتو عب تخلطوا لقيتوا أنو صار فيه مسلا شوي تكتلات هون بتنزلوا معلقة بعد ما تطفوا الخلاط بس هيك بتحركوا شوي لحت تتأكدوا أنو القوام نعم عنا عالتمام بعدين بورجيكم شو راح نعمل إن شاء نتأكد كمان انو ما صار فيه أي تكتلات ويطلع عنا أفضل قوام للأطايف هلأ بعد ما خلطناهم يا غوالي أربوا لهون وشوفوا لي على هالقوام بسم الله ما شاء الله لازم يطلع معكم بهذا القوام مو أمرأ من هيك ولا أمسك من هيك أنا هيك بفضله شايفين القوام هيك لازم يطلع معنا بإذن الله هلأ شو راح نعمل كل عليه نعمله انو نجيب بريء منجيب مصفاية ليش المصفاية هون كمان هي خطوة ثانية احترازية إن شاء نتأكد إنو ما لح يصير أي تكتلات منحط المصفاية بهذا الشكل ومنكتل الخليط اللي عنا جوات البريء بهذا الشكل شو بسم الله ما شاء الله هذا هو القوام يلي نحنا عم ندور عليه هلأ بس منحطه بالبريء منتركه بس عشر دقايق على جنب مش هلأ تتفاعل فيه الخمير لازم تركه بمنطقة تكون بحرارة الغرفة مش هلأ تتفاعل عن الخمير شوي بعدين بإمكاننا نستخدمه هلأ يا غوالي بس ارتاحة عنا العجينة بنسمي بالله منجيب المقلاية بنساوي فيها الأطايف طبعا بمكانك تساوها أطاعة صغيرة بس أنا لح ساوية متل ما إلا مثل كنافة أطاعة كبيرة فالمقلاية اللي عندي حامية بعدين بحطها على أقل حرارة ممكنة ما بدنا الأطايف اللي عنها تنلطع وتاخد لون لا بنيها تستوي وتاخد لون جميل جدا ما بنيها يوصل لمرحلة الحرق هلأ بسمي بالله بعد ما ارتاحة عندي عجينة الأطايف بنزلها بهذا الشكل بالوسط وبكتكتب بسرعة شوي بس أوصل لعند هاي المرحلة بوقف انشان خليها ترتاح وتمتد على راحة انشان ما اطلع عندي كتير سميكة هلأ بتركها على النار هادية بتلاقوا بتبلش تطلع الفقاعات على الوش وبتبدأ تستوي لحتى تنشف تماما من فوق لحتى نحسن انقيمة من المقلاية بقى مشان هيك بتحتاج وقت لأنه نحن ما عم نساوي أطايف صغيرة عم نساوي الأطايف شوي كبيرة فبتحتاج وقتها تستوي انشان هيك لازم تكون الحرارة شوي خفيفة بشان ما تنلطع عنا هلأ متى ما انتوا شايفين يا غوالي شوفوا بسم الله ما شاء الله شايفين الفقاع اللي موجودة هيك معناتها نفشت عنا بالطريقة الصحيحة وهيك احنا حاطين كميتر بيكين بودرة صحيحة وبإذن الله لح يطلع عنا أطايف غير شكل يا غوالي تطلعوا لي على هالمنظر بسم الله ما شاء الله من فكا هيك شايفين اللون الجميل اللي آخدته هلأ خلاص صار الوقت إنشان نقوم بهذا الشكل ووين نيجي نحطها على الصينية في تحتها من قطعة اقماش ليش منحط لها قطعة اقماش ولازم نغطيها بقطعة اقماش إنشان نحافظ على الرطوبة تتضلع عنا مستوية وطارية إذا بيهذا الشكل استخدمناها أو تركناها مكشفة لح تيبس عنا وتبدأ تتكسر وهذا الشي احنا ما بدنا إياها تضلع طرية معنا ومرنة إنشان نساوي الأكل الضريفة هلأ منتركها بهذا الشكل ولح نساوي كمان واحدة تانية نفسها إنشان نحطهم بالصينية ونساوي أطيب أطايف كنافة وهلأ يا غوالي بعد ما شوينا الأطايفات هلأ شو بدنا نعمل منيجي لعند الأطر متل ما انتوا شايفين عندي هون كاسم من السكر عليها كاسم من المو يمشغل عليهم الغاز خليهم بس لحتى يغلو يدوب عندنا السكر منيجي منكمل مرحلة الأطر بس بهالأثناء لازم نساوي الجبنة بدنا نساوي أطيب جبنة إنشان نحطها بالوسط بالأطايف طبعا الأطايف هاي غير الكنافة لأن الكنافة هي عجينة بتكون لسه بدها شوية تسوية تحميصة خفيفة فبمكان نحط الجبنة فوقها ونسويها على الغاز أما بما إنه الأطايف عنا جاهزة شو بدنا نعمل في عملية اسمها سلء الجبن اليوم لح نعملها لهاي العملية ويارد تنتبهوا على الخطوات 100% شان تنجح معكم بالبيت لأنه مهم جدا كنت تنتبهوا على التكنيك تبعها شان تزبط معكم 100% أول شي عندي هون جبنة الشلل ليش عبستخدم جبنة الشلل لأن الجبنة الشلل عرقا أوي يعني جبنة بتشط و بتشط و بتمط و بتكون جدا أوية فضروري يكن تستخدموا هاي الأنواع من الجبنة فيه الجبن النابلسية فيه العكاوي فيه بإمكانكم تستخدم العكاوي تشيكي هاي كلها هاته أنواع جبنة جدا خرافية أول شي بقطعة إذا حبيتوا إذا ما معكم وقت بدكنت أطعوه لقطعة صغيرة أسرع للتحلاية لأنه هاي بتجي بماء فيها ملح فبتيجي مالحة جدا شان تنحفظ لفترة طويلة فإحنا شو عملنا حطناهن بمي باردة غيرنا عليهن كل ساعتين مرة لمدة 8 ساعات هيك صارت عنا الجبنة جاهزة ومحلاية كيف نعرف أنه تحلت؟ بنمسك قطعة منه ومندوءة إذا ما فيها ملوحة معناته أمورها باللوز هاي نقطة جدا مهمة لازم تعرفوها على الجبنة الجبنة لازم تتحلى عنكم كتير منيح وما يكون فيها ولا نقطة ملح وهذا اللي صار عنا حتى بتلاحظوا إنه وقت تكون مالحة بيكون عرقة قوي يعني شادة بتجي الجبنة آسية أما وقت تتحلى بتصير الجبنة عنا طرية متل ما أنتوا شايفين ولا أرواع هلا شو بنعمل؟ بنجيب مقلاية طنجرة اللي أنتوا بتكون ياه ومنحط عليها شوية مي بهذا الشكل شوية صغيرة طبعا ملاي اللي عندي شوي حامية هيك هلا بنمسك الجبنة اللي عنا بهذا الشكل ومنحطهن على الميات هلا شو إحنا عم نعمل عم نسلق الجبنة الجبنة هون لح الدوب عنا تماما شان نحسن نفردها على الأطايف بس هون كمان في نقطة جدا مهمة عمليات هلا الجبنة مو بس يلا إنه تعو نسلق الجبنة وبس ونحطها لا هون في نقطة جدا مهمة أول شي لازم نحرك على النار متوسطة إنشان الدوب عنا الجبنة شوفوا بلشت الدوب عندي الجبنة وهذا اللي أنا بديها بس الدوب عندي الجبنة شوفوا المو شو صار فيها بدأ يختلف لونة شو بيصير الجبنة هي أساسة دهون فالجبنة اللي عندي بدأت تخسر دهونة كيف بدأنا نحافظ على دهونة لازم انضف لها شوية سميد هلأ بس شوية دوب عندي لحضيف شوية سميد على الميات والاسميد بيغيب هاي المو ويرجع الدسم كله لنفس الجبنة مشان ما تخسر الدسم تبع متل ما انتوا شايفين الجبن اللي عندي بسم الله ما شاء الله شي خرافي على الاخر وشوفوا كيف بدأت هيك بدأت تمسك مع بعضها وهذا ينحنا بدنا نشوفه الله 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 هلا بس بلا شغلي عنا الاطر شو منعمل بناخد شوية صغيرة من حمض الليمون متل ما انتوا شايفين درة صغيرة من سمين بالله ومنضيفها بهذا الشكل وهلا منتركه لحتى يغلي لمدة عشر دقائق انشان يتعقد عنا الاطر ويصير عنا جهاز في حال لقيتوا ان الاطر وحطيتوا المي والسكر لقيتوا على الجوانب في شوية سكر بتجيبوا زبدية فيها شوية موي وبتدهنوا الاطراف بهي المرحلة وبعدين بتتركوا الى ميدة عشر دقائق انشان ما ينحرق السكر اللي على الاطراف ويصير للسكر يصير للاطر فيه كريستالات يعني يسكر عنا الاطر هاي نقطة جدا مهمة هلأ بنرجع لعند الجبنة تبعنا شوفوا الجبنة بسم الله ما شاء الله بدأت تمط عنا شايفين الله 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 هذا اللي انا بدي اياه هلأ شو بعمل بيجيب سرعة بجيب شوية من السميد بضيفهم عليهم بهذا الشكل شوفوا هيك شوية سميد اذا احتجت اكتر بضيف بس هدول اللي شوي بيكونوا تمام وببدأ احرك مع السميد حتى ينطبخ عندي السميد ويشفط كل هاي المي اللي عنه ويختلط مع الجبنة شايفين الجبنة بسم الله ما شاء الله وهن كمان نقطة مهمة جدا ما بيصير نسلق الجبنة اكتر من حاجتها يعني بس تنسلع عنا خلاص بتكون امورة بلوز بس تمسك عنا والسميد يشفط كل هاي المي اللي موجودة انشان تتماسك عنا وتصير عنا اطيب جبنة لأطيب اطايف هلا الاطر هيك صار عنا جاهز هلا بنسمي بالله اول شي بنا نعمله بدنا نطفي عليه النار خلاص هيك صار عنا جاهز بنضيف عليه نقطة صغيرة من ماء الزهر بس لانه بتعطي نكهة جدا جميلة لح ضيف كمان نقطة تانية بحب ماء الزهر فيها للأكلة فهلا شو بنا نعمل بدنا نضيف مكون جدا مهم لهي الأكلة اللي هي السمنة معلقة صغيرة من السمنة لح تعطي نكهة جدا جميلة وجدا رائعة هنزله هيك على الاطر وهو طافي عليه وهيك امورنا باللوز هلا منيجي لعندي الجبنة شوفوا الجبنة بسم الله ما شاء الله كيف صارت عنا ولا اروع شايفين كيف ها بتشط وهو هذ الي نحنا بدنا اياه هلا السمنة تشرب كل شي سوائل واختلط مع الجبنة وهذا القوام الي نحنا وصلنا له وهذا الي نحنا بدنا اياه هلا يا brackets Sono أبدا ننزل الجبنة بهذا الشكل شايفين بسم الله ما شاء الله على هلń جبنة تشط وهو ماء اللحنا لا ننزل انشان تحافظوا على دسمة للجبن انشان ما يروح دسمة للجبن شايفين كما تشط وتمط عنها هيك صارت امورة باللوز هلا بنحاول نفردها بهذا الشكل هيك صارت امورة ولا اروع بسم الله ما شاء الله شايفين ولا اظرف من هيك طبعا هون في نقطة كمان مهمة في حال حبيتوا بامكانكن انكن تدهنوا ايدكم بشوية سمنة صغيرة وتفردوا الجبن عليها ليش؟ شان السمنة تعطي الجبنة نكهة جدا خرافية بهذا الشكل وفي عندي هون شوية سمنة ببدأ هلا بفردها هيك ولا اروع من هيك بسم الله ما شاء الله وهيك بتكون تنكهت بنكهة السمنة فلاح تعطيها نكهة جدا خرافية هلا منسمي بالله ومنحط الطبقة التانية عليها بهذا الشكل شوفوا على هاللون بسم الله ما شاء الله طبعا هون بهاي المرحلة كمان بامكانكنكن تدهنوها بشوية سمنة او زبدة وتدخلوها على الفرن اذا حبيتوا بس انا بفضلها تكون متل ما هي هيك وهلى بنجيب الأطرات ومنسمي بالله ومنسأ..امي شوفولي على هالمنظر يا سلام يا سلام الله 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 هلا يا غوالي بنجيب المشحاف تابعنا ومنسمي بالله ونبدن نقصة بهذا الشكل شوفولي على هالمنظر بسم الله ما شاء الله بنقصة بهذا الشكل وبنجي هيك يا عيني يا عيني بتقولوا ولا اروع كنافة هيك الكنافة يا ياذب lithium France الشكل. شوفوا شوفوا يا عيني بس خليها هيك تكون مقسومة صح. شوفوا يا عيني على هالمطة شايفين. هيك لازم الجبنة تموت معكم يا غوالي. الله 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 هاي اللقمة مو مشان شي مشان صحتكم. اي لقمة هي قطعة يا غوالي. هلا بنجي ونحطها هيك بالصحن. شوفوا الله الله الله. هيك يا غوالي صارت عن اكنافة الاطايف جاهزة باسم الله ما شاء الله شوفوا على هالمنظر شي خرافي على الاخر. طبعا هون كمان هي نقطة جدا مهمة يا غوالي بامكانكم تستغلوا هاي الوصفة. في حال صارت عنكن عزيمة ايجاكم وضيوف بامكانكم تسولها انه سهلة وبسيطة. ومم مثل الاطايف العادية بتحتاج وقت انشان نرصها ونزبطها ونشكلها. فهي سهلة وبسيطة. كل اللي عليكم تعملوا قطعتين اطايف. طبعا انا سويتها بالمقلاي اللي عندي على حسب المقاسي اللي موجودة عندي. اشتغلت فيه هو شغل منزلي. بس اذا عنكم مثلا مقالي اكبر فبامكانكم تكبروا الاطاعة على قد ما بدكن بامكانكم تسولوا مثل صدر الكنافة عن حق وحقيق. بشوفوا على هالمنظر بسم الله ما شاء الله عن جد الواحد ما بيعرفها هي كنافة ولا اطايف منظرة خرافي جدا ومثل ما قلت بامكانكم تحمصوها بالفنية اللي بيحب التحميصة كمان تطلع خرافية. هلأ منسمي بالله ومناخد لنا هيك اطاعة من اسمها. شوفوا الجبنة اللي فيها عبد شط وكمك بسم الله ما شاء الله هلأ منحملها بهذا الشكل. شايفين الجبنة يا عيني. يا يا عيني. يا الله الله الله. هاي انها لؤمة السعادة يا غوالي. هاي مو مشانشين مشان صحتك. كل ما تاكل هيك اكلات. وترفع هرمون السعادة عندك. انت عم تفيد صحتك. بسم الله يا كريم. يا عيني عالجبنة. يا عيني عالقطايف اللي اغضي من نكة الاطر الجميلة والسمنة اللي فيها شي خرافي. عالاخر. شوفوا بسم الله يا ما شاء الله عن جد ولا ارواح. بسم الله. اشتركوا في القناة.